تبع التعليمات صاحب الجلال نصره الله ومن بعد ما علنات لجنة ليقادة اللي كترأسه وزارة المالية على دعم الشركات والأجراء وأسر اللي خدامن في القطاع الغالي المهيكل وعندهم بطاقة راميد اليوم جاءت دور على الأسر اللي تصدروا حتى هما بسبب جائحة وما بقاش عندهم دخول مددي اليوم مقايدينش سنة اساس أو ما عندهم شراميد أو البطاقة راميد اللي كانت عندهم مكانت صالحة في 31 دجامبر 2019 جاءت دور ديالهم باش يستفدوا حتى هما من نفس الدعم يستفدوا من الأسر الأخرى من الصندوق المخصص الجائحة يعني 200 درهم للأسر المكونة من فردين على الأقل 1000 درهم للأسر المكونة من 3 إلى 4 أفراد 120 درهم للأسر اللي تعدادت أفرادها 14 أشخاص خاصك فقط دخل الموقع www.tadamoncovid.ma اللي وخما عندك شارج الانترنت راح فابور وتعمر المعلومات اللي تطلبها لك اللي تعمر هالطالب هو رب الأسر الموعيل ديالها وتابعني مزيان باش الأمور تدوس عندك مقادة وما تدوخ من اللي تكون كتعمر كتدير رقم البطاقة الوطنية ديال كيف ما مكتوبة عندك في البطاقة الاسم العائلي يعني الكنية وكتحدد الجنس وجدكر أو لأنتها حدد تاريخ الميلادي في الكرتنسيونال شهر واليوم أو غير سند الزديان إلى ما عندك شهر واليوم ومن بعد حدد عدد الأفراد اللي انتم سؤول عليها ولا تنساش حسب رأسك حتى هو ولا عندك رقم الحساب البنكي من الأحسن كتبوه باش توصل بالمنحة ديال كتماك راه رقم الحساب البنكي تكون تكون 24 رقم هو اللي كتسمى الريب ومن بعد كتحدد السكن ديالك اختار العمالة أو الإقليم اللي انت تابع ليه ونفس الشيء للمدينة أو الجماعة ديالك ومن بعد كتحدد الملحقة الإدارية ديالك اللي فيها المقدم ديال الحي اللي ساكن فيه ومن بعد كتكتب العنوان اللي ساكن فيه حاليا وخي يكون مختالف عن العنوان اللي عندك في البطاقة الوطنية ندوزو دابا البيانات للمهنة ديالك اللي توقفت عليها بسبب هالجائحة وما بقاش عندك مدخول حددوش انتام وياويم يعني كتخدم كل نهار من نهاره أو لأجير غير مصرح به في سنة اساس أو خدام في مهنة مستقلة حددو القطاع اللي انت كتخدم فيه إلا ما كاشف هالليسة اختار آخر كتب المهنة ديالك والنهار اللي وقفت فيه عندك الخدمة إلا كانت خدمتك مواضحة مزيان زيت تراحل نلتحت في الجمال قلع دابا غادي ندوزو المعلومات الخاصة بالهاتف ديالك اللي فيه غادي تبقى توصل بالمعلومات اللي كتخاصة دوسي ديالك واش تقبل أولا لا إمتى غادي يوصلك للثلوسفين وغيرهم من المعلومات يعني رقم الهاتف اللي غادي تكتب خاصة يكون ديالك من بعد تضغط على التحقق من رقم الهاتف تيوصلك في ميساج واحد الرمز من تكون الأرقام كتدخله هنا كتضغط على أنك تشهد بصحة المعلومات المدلة بها في الطالب ومن بعد تدخل هذه الأرقام اللي عندك في الصورة الفوق وكتدير تسجيل الطالب إذا ما نسيت التحاجة ستخرج لك صفحة تقول لك تم تسجيل طالبكم ومن بعدما الإدارة تتحقق من المعلومات اللي سرحت إذا كان لديك شيء غلط في الكنية أو للمرادية اللاكارت أو لتاريخ الازديات سيوصلك ميساج يقول لك رقم غلطي هنا سيرجع للسيش أو التقييد كيف مشرح نقبيلها وإذا كان كل شيء هو هذا ستوصل برسالة تخبرك أن طلبك يتدرس وبنرسط طريقة لإدارة الأسر اللي عندها بطاقة رامد والسفدة بالدعم من لتي تقبل الدوصة ستوصل لك رسالة لك تحدد لك كيف تأخذ فلوسك سواء عن طريق الشبك البنكي أو لو كانت الأداء وكي تعرف كيف ما عليك غير تزور موقعنا www.finance.gov.ma.covid19 ستكون كل الشرحات التي قبيلتها وبغيد الفكرك أن هذه العملية تدار كلها عن طريق الموقع الإلكتروني سواء في الحاسوب أو للتلفون الذكي يعني ماكي لاش خرج كل شيء مضح وإلا ما فهمت شيء حاجة من هذا الشيء اللي شرحنا عيط للرقم 12-12 ورد بالك راه هالشي خاصك تعمره قبل 16 أفريل 2020 مع 12 دلين وما تنساش تباع إجرعة السلامة اللي كتصدر من الجهات الرسمية